اشتركوا في القناة في المال المال كيبقى دائما وسيلة كيفما ذكرنا في أول حصة مشاهدي الأفضل قلنا بأنه اللي كيعتبر المال هدف غديبقى دائما في سعي ديل أنه يحصل على هذا المال كيحصل على المال ومرة أخرى كيينتهي وكيعاود تاني كيقلب على أنه يحصل على المال وبالتالي المال هنا هيقدر يعدبوا بهذا الشي اللي يبغى فيه فنحاولوا ما أمكن أننا نخليه المال على أنه وسيلة لتحقيق مجموعة من الأمور اللي احنا بغيناها في حياتنا اليوم بغيت نذكر معكم مسألة مهمة جدا بعدما البالح عطينا الميزانية الخاصة بالطوارئ وتحديد هذه الميزانية ما بين 7 حتى العشرة في المئة من المداخيل دينا وليخصا نوضعوها كل شهر اليوم بغيت نذكر بواحد المسألة مهمة جدا دائما في إطار الوعي المالي وهو مفهوم ديال الاقتراض مفهوم الاقتراض عنده واحد العدد ديال الناس للأسف كل تلت شهور كل أربع شهور تيبلوا أنه يمشي يقترض من مؤسسة معينة او اللي يقترض من عند شخص معين لا لي شيء أنه بغي يغير الهاتف دياله لأنه بنت لنوفال جينيغاسيون ربما بغي يبدل السيارة معجباته او اللي وقع ليه مشكيلي ما عندهوش قوة القرار وما يتحكمش في المشاعر دياله وبالتالي قرار ديال الشراء كتتحكم فيه مشاعر معينة او كين برمجات من المحيط اللي كتأثر عليه وبالتالي كي يقلب على انه يمشي يشري او اللي يقترض باش يشري وكيرضي هذك الايغو ويرضي لأنا او لا يرضي بعض المحيطين ليه او لا يدخل في منافسة مع واحد العدد من الناس ربما يقدر لكون صديق دياله الاخ دياله والاخ دياله وجاره واللي ربما ما كيتتكلمش مع غي يتباله بانهو هذك سيد خدام بينه بيك وورا سمسار كي بتدل طموبي لاحظ سمسار انتك يسحبكوش بصح كي بتدل طموبي الاو ديرهاي هو هو ريس سمسار دير طموبي لاحظت كل شهر تسبالك عنده سياره في الشكل حتى انتك تمشيه ولا انتي كتبغيت نفسي ما لتنفسه بطريقة اللي هي هي كي تسميها هكذا هذا في نوع من البلادة ومن السادجة التي نبقى كنتبع مجموعة من الامور ونبدأ كنقترد هنا كن على يقين بأنك تضرب في ميزانيتك على المستوى المتوسط والبعيد كتضرب نفسك وبالتالي ذلك المال اللي الله سبحانه وتعالى ربما أعطاه لك أنت كتستغله في أشياء أخرى وكتمشي كتقترد مال زيادة وبالتالي تولي خانق راسك وضار راسك بشكل كبير إذن فكن أنت الفائز اليوم بغينا نفتلكم الانتباه ويكون الوعي في عدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى وبالتالي مشي فقشمة وصلت مثلا موعد معين أو لا بغيت ندير عطلة أو هذا غادي نمشي أنا نقترض بخلاف إلا كانت ضرورة قصوى معينة أو يعني استنفت جميع الوسائل من بينها أنك تطلب اقتراض من المكان للعمل دي لكو تأشجل الأداء تدار لك جدولة ربما على مجموعة من المصاريف اللي انت كتدير دير الدخار وهذا الشيء دي نشوفه غداء إن شاء الله كيفاش خصنا نديروه للدخار وشني النسبة اللي خصني ندخلها واش ممكن ندخل في القليل هاد الشيء غدي نتكلموا عليه فإياكا والاقتراض في الوقت ديال الرخاء وفي الوقت اللي انت كتضم بأنه مستعد أنني نقدي هاد القرد الآن اللي ممكن غداء تندم عليه فكون أنت الفائز إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادا تيفيك مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا تحل المشاهدة شادا أول قناة فنية بالمغرب